اهلا احبانا المشاهدين ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور في هذه الحلقة رح نواصل لدراستنا عن نفس الموضوع كلمنا في الحلقة اللي مضت عن سر التجسد الالهي واكتشفنا ان هذا السر اعلن لنا من خلال مجيء يسوع المسيح اللي تجسد في ملء الزمان تجسد من المطوبة مريم العذراء وايضا ولد تحت النموس حتى يفتدينا من كل خطية ومن كل لعنة وشفنا ان هذا التجسد مهم جدا لانه لازم يعني يتجسد على اساس في شخص يحمل الطبيعتان الالهية والانسانية حتى يكون شخص كامل ويقدم كفارة ويقدم خلاص كامل لان المسيح هو الوحيد بلا خطية والمسيح هو الذي استطاع ان يكفر عن خطايا كل البشرية هذا سر لكن اعلن لنا وانه يليق بكرامة الله لانه ضروري لخلاصنا ولمنفعتنا ايضا ولانه التعبير عن الحب الالهي انه الله فعلا يحبنا ولانه ما فيش اي وسيلة تانية ولا في اي طريقة ممكن نصل فيها لالله الا من خلال تجسد المسيح اللي اجتمعت في التوازن الصفات الالهية بين العدالة والرحمة بين القداسة والمحبة فالمسيح هو اللي صنع هذا التوازن من ناحية حتى يرضي الله من ناحية تانية حتى لا يهلك كل من يؤمن به وكل الغرض لخلاص البشرية في هاي الحلقة رح نتكلم عن ما هو الغرض من التجسد وانا بصلي انه الرب يفتح ازهاننا وعيوننا وقلوبنا ايضا لنفهم الكتب ورح نشوف البركات اللي الغرض منها تجسد المسيح وجاء الينا انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة لحياتك وفي نفس الوقت ادعو اخرين حتى يستفيدوا ويتباركوا من خلال هذه الحلقة اشتركوا في القناة